لي كديرا نتشرف بحضرتكم لا والله تاريخ عظيم وتاريخ متنوع وبنتكلم على كل المستويات بقى يعني بنتكلم على مستوى الأغنية وبنتكلم على مستوى الموسيقى التصورية بنتكلم على مستوى الفوزير ده غير الإزاعة والتلفزيون وما فيش مجال ما شاء الله من الحاجات العظيمة اللي كلنا تربينا عليها كنا دايما نلاقص مونير الوسيمي كنتم شرفنا برا خارج مصر أي مكان أو أي دولة كانوا الحقيقة الجمهور بيستمتع لما بيلاقي اسم مونير الوسيمي عشب ربنا يبارك فيك يا رب وشكرا على التقديم الجميل ده كم سنة ولا بلاش لا لي ولا خمس سنين لا معرفتي بيك من خمس سنين بس لا ده تلات سنين تلات زي بعض أي كم سنة نقول أكتر من خمسين سنة ما كنت بروح التلفزيون عند حضرتك كان عندك عند كده وإصرار وإحساس بنفسك في البداية لكن كنت حريص على لقاء مين فيهم أو مين غيرهم لا تلات زي ده يعني الواحد كل ما يقابل قامة من القامات الكبيرة ديت أي يعني يبوس إذها يعني ده احنا كنا ده احنا تعلمنا أي يعني دولة والعصر غير العصر آه طبعا يعني احنا كنا مجرد الواحد يقعد مع صلاح جهين آه ده حاجة طبع ممكن طبعا طبعا وبعدين هو كان الشاعر الكبير ورسام الكاريكاتير طبعا وكاتب السيناريو وكاتب القصة حدوتة والأغاني حدوتة والممثل آه وكل حاجة آه وبعدين مش كده ده كان معجون ده ده جانب فني آه نعم 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 يعني غير الحياة دلوقتي يعني تحسي أنا كنت صغير وهو طبعا كان بالنسبة لي قولي أب أو أخ أكبر أي كويس فكان بيرعانا كلنا مشانا لوحدي أي أحمد زاكي يا السلام لا يرحم سعاد حسني آه آه يعني فنانين كتير علي الحجار آه الله آه آه سامح السريتي أي آه يعني ممثلين ومغنيين صحيح ملحنين محمد الشيخ الله يرحمه طبعا وناس كتيرا كان هو بيرعانا وهاني شنودة آه آه كلنا كنا يعني زي أولاده أي لا ما هي برضو إحنا يعني محترامي الكل اللي موجود دلوقتي لكن أنا بتصور إن إحنا مفتقدين آه آه إنه مش فكرة الصالونات الثقافية والفنية رغم إن أنا مفتقدها برضو يعني طبعا نفسي إنها تعود تاني لكن مفتقدين لمة مجموعة تستفيد من آه رمز عظيم طبعا ده أصلا أنا مؤمنة بإن ده جزء أساسي ومهم في التكوين في التكوين البلد في التكوين لا وفي التكوين الشخصي والشخصي طبعا التكوين ده بيتراكم كل على بعضه طبعا أما يبقى جيل قديم بيرعى جيل جديد آه ده حاجة حلوة طيب قلينا بقى نمسك في الجيل القديم آه باخد منك الكلامة هنا مليش دعوة آه نمسك